موسيقى الرئيس السيسي يشهد حفلة تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة ويؤكد أن الدولة لن تنسى تضحيات شهداء الوطن رئيس مجلس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الدكية انفجارات تهزو كييف وزيلانسكي يؤكد أن روسيا تعمل على تدمير بلاده وبوتين يتهم أوكرانيا بالإرهاب بعد تبجير قسر القرم السلسة بتوقيت القهرة الواحدة زهرا بتوقيت جريناتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم شهد رئيس عبد الفتح السيسي الاحتفالة بتخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين الذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالقهرة الجديدة كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وقيادات أكاديمية الشرطة وبدأت وقائع الاحتفال بعزف السلام الجمهوري ثم أدى حرس الشرف من طلبة الأكاديمية التحية العسكرية للرئيس السيسي حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزرع والشيوخ وشيخ الأظهر الشريف وبابا الإسكندرية وعدد من كبار رجال الدولة أهلا بكم مجددا وفي كلمة في ختام الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة أكد الرئيس عبدالفتح السيسي أن الدولة لن تتخلى عن أسر الشهداء ولن تنسى تضحيات شهداء الوطن الذين بزلوا دماؤهم وأرواحهم من أجل مستقبل أفضل لمصر وشدد الرئيس السيسي على الاحترام والمحبة للعطاء الذي قدمه الشهداء وأسرهم من أجل بلدنا وشعبنا الأمور الحمد لله رب العالمين اتحسنت كثير قوي وبفضل الله سبحانه وتعالى كل التهديدات والإرهاب بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أبناء مصر من الشرطة ومن الجيش ومن كل قطاعات الدولة الحمد لله احنا في مكان كويس قوي ولسه طيب مطلوب مننا أكتر من كده مطلوب مننا احنا نعمل أكتر من كده كمصريين عشان نقدم احنا من جانبنا الوفاء لهذه الدماء أكتر من كده فمرة تانية كل التحية وكل المحبة وكل الاحترام وكل التقدير ليكم لأرواح شهدائنا والمصابين ولأسرهم وربنا سبحانه وتعالى يعني جزيكم خير الجزام فيهم واحنا لن ننساكم أبدا لن ننساكم أبدا إن شاء الله كما توجه الرئيس عبد الفتح السيسي بالتهنئة للخارجين الجدد من أكاديمية الشرطة وشدد الرئيس السيسي على أهمية المسئولية الملقاة على عاطقهم في إطار الدور المهم لوزارة الداخلية أرجو إن إحنا نبقى دايما عارفين إن المسئولية الملقاة على عاطق وزارة الداخلية مسئولية كبيرة قوي وإحنا كلنا يمكن وإحنا ماشيين في الشارع نقول فين الشرطة لو قابلتنا مشكلة أو حتى في البيت أو في أي أو حتى لما نلاقي الأسعار غير يتقول فين الشرطة فين الرقابة يعني عايز أقول دوركم مشهود من الناس كلها ومنتظر من الناس كلها ومصر كلها بتقدر هذا الدور طالما إن هذا الدور يبقى دايما بيحترم إنسانية الناس وبيحترم إنفاذ القانون ودي نقطة اللي أنا يمكن بأكدها عليكم إن إحنا دايما عايزين وإحنا بنتعامل مع مواطنين في مصر نبقى دايما منتبهين إن إحنا أوه إحنا موجودين في الشارع بنتعامل مع تحديات كتير فيه يعني ممارسات اللي ماشي صح مش حابه فيه مشكلة معك لكن اللي ماشي بشكل مش يعني مش منضبط هو اللي حابه ليه مشكلة معك ترفق بيه علمه من خلال أدائك الراقي وأيضا من خلال القدوة الممارسة ممارستنا كلنا مش بس أبنائنا في وزارة الداخلية أتمنى لكم التوفيق أنتوا قلتوا إن شعاركم علم وأخلاق وواجب فتسلحوا بالعلم دايما هذا وقد شهد الرئيس السيسي مراسم تسليم وتسلم القيادة بين طلاب أكاديمية الشرطة وذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية وقلد الرئيس السيسي أوائل الخريجين من كافة فروع أكاديمية الشرطة أنواط الامتياز تقديرا لهم على جهدهم خلال فترة الدراسة كما قدم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم هدية تذكارية للرئيس السيسي خلال مراسم الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية وفي كلمة له خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة أكد وزير الداخلية محمود توفيق أن الشرطة تضرب أروع الأمثلة في الطبحية والفداء لترسيق دعائم الدولة ومواجهة أي محاولات للعبث بمقدراتها وأشار وزير الداخلية إلى أهمية التكاتف والتكامل بين جنى حي الأمن بالأمة المصرية الشرطة والقوات المسلحة في دفع مسيرة العمل الوطني لتحقيق العبور نحو آفاق الجمهورية الجديدة انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فقد أصبحت مبادئ حقوق الإنسان محوراً رئيسياً في أليات أداء العمل الأمني يعتمد على منهج علمي يتم بتدريسه بمختلف المعاهد التدريبية بالوزارة والفرق التخصصية لضباط الشرطة كما يجرع إعداد برامج مناهج متطورة وفقاً لأحدث النظم الدولية في مجال التعامل مع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بالتنصيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وتنفيذاً لتوجيهكم سيادة الرئيس بأهمية شمول المناهج التدريبية لأليات التعامل مع زاوي الهمم لسيماً الذين يعانون من إعاقة غير ظاهرة قد يؤدي عدم اكتشافها مباشرةً إلى تعرضهم للإزاء النفسي فقد تم إدراج مادة أساسية بأكاديمية الشرطة ومعاهد معاون الأمن وبالدورات التدريبية اعتباراً من العام الدراسي والتدريب الحالي لتزويد رجال الشرطة بالخبرات اللازمة في هذا المجال وبما يعظم الدور الإنساني للشرطة لدى كافة شرائح المجتمع أعلن المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعيه التاسع والعاشر اليوم بمقار الأكاديمية الوطنية للتدريب أضاف رشوان أن مجلس الأمناء سيصدر فور انتهاء اجتماعي بياناً يوضح من تهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم ولمزيد من التفاصيل حول اجتماعي مجلس أمناء الحوار الوطني بمقار الأكاديمية الوطنية للتدريب تنضم إلينا جرمين إبراهيم مرسلة التليفزيون المصرية يعني جرمين بعد التحية ماذا لديك من معلومات حول هذا المؤتمر بعد التحية بالفعل كما ذكرت نتابع معكم من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بفعاليات الاجتماعات التي تعقد اليوم استكمالاً للجلسات التحضرية بالفعل بدأ الاجتماع التاسع في تمام الساعة الوحدة ظهراً على أن يبدأ بعد قليل الاجتماع العاشر بحضور المقررين والمقررين المساعدين اجتماع الأول وهو الاجتماع التاسع كان فقط بحضور مجلس أمناء الحوار الوطنية ولكن سينضم إليهم في الاجتماع القادم المقررون والمقررون المساعدون وذلك لمناقشة جدول أعمال الجلسات القادمة وأيضاً جدول أعمال المقترح لجلسات الحوار الوطنية بنشير أيضاً أن المقررون والمقررون المساعدون سبق وعقدوا اجتماع سابق يوم الاثنين الماضي وكان هو الاجتماع الأول لهم بحضور رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وذلك من أجل التعارف وأيضاً تبادل وجهات النظر إلى جانب أيضاً مناقشة التوصيات والمقترحات والقوانين واللوائح التي صدرت عن الجلسات السابقة والتي يعني عقدها مجلس أمناء الحوار الوطنية ويعني كانت هذه الجلسات هي ثمان جلسات على مدار الفترة الماضية وصل إليها أعضاء مجلس الحوار الوطنية إلى التأكيد على ثلاث محاور رئيسية للحوار الوطنية وهو المحور الاقتصادي والمجتمعي والسياسية إلى جانب تسعة عشرة لجنة لكل هذه المحاور يعني من المقرر في فترة قريبة جداً يبدأ جلسات الحوار الوطني والذي سيعقد تنفيذاً للتوجهات الرئيسية من أجل الوصول إلى توصيات تعود بالنفع على الموطنين أشكرك شكراً جزيلاً جيرمين إبراهيم مراسلة التليفزيون المصرية استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك خلال اجتماع بحضور وزيرة التخطيط وعدد من المسؤولين أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذه المبادرة الوطنية الرائدة لكونها ترتكز على البعد البيئي في إطار تحقيق التنمية المستدامة مضيفاً أن المبادرة تستهدف كذلك وضع خارطة قومية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات فضلاً عن جذب الاستثمارات اللازمة لها موسيقى 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 عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة مستجدات برنامج أطروحات العمى وذلك بحضور مسؤولي الوزراء والجهة المعنية خلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن مؤشرات البورصات العالمية للدول المتقدمة والناشئة شهدت تراجعاً عماً في أدائها في ظل تخارج المستثمرين من حقوق الملكية كآدات استثمارية في ضوء ما يشهده العالم من تجديد في السياسات النقضية كما تم خلال الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للطروحات وما تم إنجازه والجدول الزمني المستهدف استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريراً حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي 2021-2022 التقرير أظهر ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي لتسجل 8.9 مليار دولار بمعدل نمو يصل إلى 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق وأوضح التقرير أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ عشر سنوات مرجعاً ذلك إلى تدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية والذي شهد ارتفاعاً بنحو 5.2 مليار دولار تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 478 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 137 طن مواد غزائية ففي مجالي حجب السلعي الاستراتيجية والاستيلاء على السلعي المدعومة تم ضبط قرابة 36 طن وفي مجالي عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلعي الغذائية تم ضبط أكثر من 97 طن أما في مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 25 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 713 قضية من بينها 199 قضية خبز ناقص الوزن و190 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 65 طن تتجه مدينة شرم الشيخ نحو التحول إلى مدينة خدرة استعدادا لاستضافة مؤتمر المناخ الدولي كوب 27 في نوفمبر المقبل ومن أهم هذه الاستعدادات توفير وسائل نقل متنوعة صديقتين للبيئة قدراء صديقة للبيئة هدف تسعى له مدينة شرم الشيخ ضمن استعداداتها لاستقبال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة المعني بالتغيرات المناخية ومن أهم هذه الاستعدادات توفير وسائل نقل متنوعة صديقة للبيئة موجود معنا 260 أوتوبيس في 120 غاز وفي 140 كاربة فإن شاء الله حددنا جميع المسارات الموجودة داخل مدينة شرم الشيخ حسب التنسيق المسبق ما بين الوزارات بالكامل الحافلات مجهزة بالكامل بشاشات عرض للمحطات التي تمر بها بالإضافة لوسائل مساعدة من توفير للإنترنت ووصلات لشحن التليفونات المحمولة مزودة بكاميرات لمراقبة جودة الخدمة فضلا عن توفير آليات للتسهيل على دوي الهمم وكبار السن ومصطحب الأطفال للركوب الحافلة مجانا أثناء فترة عقاد مؤتمر المناخ الحافلات التي تعمل بالغاز الطبيعي وشحن الكهرباء تتكون من صناعة مصرية بنسبة تصل إلى 60% وتم تجهيز محطات خاصة لشحن الكهرباء للسيارات والحافلات تعد الأكبر في الشرق الأوسط لشحن 140 حافلة في نفس الوقت وتتسع الحافلات التي يصل عددها لمائتين وستين حافلة لثمانية وأربعين شخصا للكهرباء وتسعة وأربعين شخصا للتي تعمل بالغاز الطبيعي لن تتوقف هذه الحافلات عن المرور بمدينة السلام بل ستصبح جزءا رئيسا من مدينة شرم الشيخ لخدمة المواطنين ضمن خطة التنمية المستدامة للتحول للنقل الأخضر كريم بيبرس التلفزيون المصري انقطعت الطاقة عن عدة مناطق في أنحية أوكرانيا بعد الضربات الروسية التي استهدفت البنى التحتية الأوكرانية المرتبطة بالطاقة وفق ما أفاد به مسؤولون محليون أوكرانيون يأتي ذلك بينما ارتفع ضحايا ضربات روسية على كييف إلى أحد عشر قتيلا وأربعة وستين جريحا كان الجيش الأوكراني أعلن أن روسيا أطلقت خمسة وسبعين صاروخا صباح اليوم على أوكرانيا في حملة قصف استهدفت عدة مدن اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زلناسكي روسيا بالعمل على تدمير بلاده وبمحوها من على وجه الأرض جاءت تصريحات زيلانسكي ردا على هجمات صاروخية روسية تعرضت لها العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مدن ولفت زيلانسكي إلى أن روسيا استخدمت في هجومها الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف البنية التحتية للطاقة هذا الصباح كان صعبا عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة هاجمون لقد كان لهم هدفان منشآت الطاقة في البلاد في كييف، زابوريجيا، لفيف، دينيبرو ومدن أخرى حتى في الجنوب إنهم يسعون إلى إحداث زعر وفوضى يريدون تدمير نظام الطاقة لدينا إنهم محبطون أما الهدف الثاني فهو الناس لقد اختاروا متعمدين الوقت والأهداف من أجل إحداث أكبر ضرر الممكن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اتهم رئيس الروسي بلاديمير بوتين كييف بتدبير وتنفيذ الانفجار الذي دمر جزئيا جسر القرم الرابط بين روسيا وشبه الجزيرة واصفا الهجوم بأنه عمل إرهابي يهدف إلى تدمير بنية تحتية مدنية روسية ذات أهمية كبيرة وخلال اجتماع للرئيس الروسي مع حكام جدد لمناطق روسية أكد أن العقوبات الغربية المفروضة على بلاده تتطلب من المجتمع الروسي التماسك والوحدة ومساعدة المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا علينا أن نعمل كل ما بوسعنا لتحسين حياة المواطنين ولعدم تأثير المساعب والعقوبات والمشكلات الاقتصادية وارتفال السعار لا تؤثر على حياة المواطنين وأهم الشيء المحافظة على استقرار الحياة والتطور التبيعي في المقاطعة ونعمل على تأمين هذا الاستقرار حذر الرئيس روسي بلادمر بوتين السلطات الأوكرانية من مغبة تكرار الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية وهدد بوتين في مستهل اجتماعه بالأعضاء الدائمين لمجلس الأمن القومي برد صارم وقاص على أي هجمات إرهابية على الأراضي الروسية مؤكدا أن موسكو من المستحيل أن تترك جرائم نظام كييف دون رد وشار مجلس الأمن القومي الروسي خلال الاجتماع إلى أن الهدف الأساسي من العمليات في أوكرانيا هو تفكيك النظام السياسي هناك مضيفا أن الضربات الأخيرة على كييف هي أولى حلقات الرد الروسية قال الكريملين أن الرئيس الروسي بلادمير بوتين سيلتقي برئيس الوكالة الدولية للطاقة الزرية التابعة للأمم المتحدة رفائل جروسي غدا السلساء في روسيا يدعو جروسي كييف وموسكو منذ شهور للموافقة على إنشاء منطقة منزوعات السلاح حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا مع تزايد خطر وقوع حادث نووي جراء القصف المتبادل في محيط المحطة اتهم رئيس بلا روسيا أليكساندر لوكاشانكو أوكرانيا بالتحضير لشن هجوم على بلاده وآلنا لوكاشانكو خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين الأمنيين نشر قوات مشتركة روسيا وبلاروسيا وذلك نظرا إلى تفاقم الوضع على الحدود الغربية قالت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تشك على دخول بلدة بخموت الأوكرانية ذات الهمية الاستراتيجية والواقعة في شرق البلاد أضافت الدفاع البريطانية أن روسيا تواصل إعطاء أولوية قصوى لعملياتها الهجومية في قطاع دونباس خاصة بالقرب من بلدة بخموت وتقع بخموت على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفينسك وكراما توريسك والمدينتان ضمن منطقة دونباس الصناعية التي لم تسيطر عليها روسيا بالكامل بعد عبر مارتين جريفث مناصق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة عن ثقته في إمكانية تمديد اتفاق توسطت فيه المنظمة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وذلك على الرغم من الضربات التي شنتها روسيا على كييف وأكد جريفث أن الأمم المتحدة تسعى إلى تجديد الاتفاق لمدة تزيد على أربعة أشهر أو حتى عام ترجمة نانسي قنقر ترجع الروبل الروسي بنسبة 1.1% إلى مستوى 62 روبل مقابل الدولار وذلك للمرة الأولى في نحو سلسة أسابيع متأثرا بالمخاطر جيو سياسية والعقوبات الغربية على موسكو ومقابل اليورو ترجعت العملة الروسية بنسبة 9.10% ليتم تداولها عند 60.42% روبل فيما هبطت بنسبة 1.2% مقابل اليورو إلى 68.10% ترجعت برصة موسكو بحوالي 12% بالتزامن مع هدمات روسية استهدفت قصف العاصمة الأوكرانية كييف وعددا من المدن الأخرى هبط مؤشر برصة موسكو دون عتبة 1800 نقطة لأول مرة منذ 24 من فبراير الماضي عندما بدأت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا سلمت لجنة الخبر الألمانية المكلفة بوضع خطة بقيمة 35 مليار يورو مقترحاتها للمستشار الألماني أولاف شولز لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الغاز على المستهلكين وطبقا للخطة ستقوم الدولة بدعم الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة فترة غاز شهر واحد هذا العام إضافة للتنفيذ آلية للحد من الأسعار اعتبارا من مارس أو أبريل المقبل استقرت تدفقات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا عند مستوى 42.4 مليون متر مكعب يأتي ذلك بينما ظل تدفقات الغاز عبر خط أنبيب نورد ستريم وان الذي يمتد تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا عند الصفر منذ نهاية أغسطس بعد إغلاق خط الأنبيب للصيانة وقالت موسكو إنها غير قادرة على إعادة تشغيل خط الأنبيب الذي تضرر بسبب ما يجتبه بأنه أعمال تخريب ألقى وزراء في الحكومة البريطانية باللوم على بنك انجلترا بسبب ارتفاع فوائد الرهن العقري في إشارة إلى استمرار التوتر في العلاقة بين الجانبين وذكرت صحيفة تليغراف البريطانية أن شخصيات حكومية رفعة المستوى اتهمت البنك المركزية بالفشل في معالجة التضخم بسرعة الكافية والذي بلغى حاليا حوالي 9.9% تشققات وتصدعات أظهرتها أزمة التضخم المتسارعة في جدار العلاقة بين الحكومة البريطانية وبنك انجلترا المركزية حيث ألقى وزراء في الحكومة البريطانية باللوم على البنك بسبب ارتفاع فوائد الرهن العقارية صحيفة تليغراف البريطانية ذكرت أن شخصيات حكومية رفعة المستوى اتهمت سرا البنك المركزي بالفشل في معالجة التضخم بالسرعة الكافية والذي بلغ حاليا 9.9% كما شكى وزراء وفقا للصحيفة من أن بنك انجلترا كان متأخرا في زيادة أسعار الفائدة على عكس الارتفاعات السريعة التي شهدتها دول أخرى مثل الولايات المتحدة لكبح التضخم وخلال الشهر الماضي رفع بنك انجلترا أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الثانية بهذا المقدار على التوالي لتصل إلى 225 من 100% هذه السلسلة من الارتفاعات في أسعار الفائدة لم تشهدها بريطانيا منذ ما سمي بالأربعاء الأسود قبل 30 عاما استعتبر الزيادة الأخيرة هي السابعة على التوالي منذ ديسمبر الماضي وكان المركزي الإنجليزي رفع الفائدة في أغسطس الماضي بمقدار 50 نقطة أساس وهي أعلى وطيرة منذ 27 عاما إلى ذلك تراجعت الحكومة برئاسة ليزي تراس عن خطتها الاقتصادية التي تضمنت تخفيضات ضربية على الأثرياء بعدما هوت بالجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في تاريخه وهو ما أعطى إشارة إلى السوق بأن الحكومة تعمل في اتجاه معاكس لبنك انجلترا توقع بنك فرنسا المركزي أن يسجل نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من العام النسبة 0.25% بتراجع طفيف عن التقديرات السابقة وأشار المصرف المركزي إلى أن أسعار المنتجات تمت الصنع عاودت الارتفاع مع انتهاء فصل الصيف وفي ظل عدم اليقين المرتبط بأزمة الطاقة التي تمتد إلى جميع القطاعات أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت محاكاة لضربات نووية تكتيكية خلال الأسبوعين الماضيين بإشراف الزعيم كيم جونج أون ردا على أي تهديدات عسكرية في المنطقة يبدو أن الأوضاع آخذة في التصاعد وربما يشكل تهديدا عسكريا مفتوحا بشبه الجزيرة الكورية خاصة مع إعلان كوريا الشمالية أنها أجرت محاكاة لضربات نووية تكتيكية خلال الأسبوعين الماضيين بإشراف الزعيم كيم جونج أون شخصيا كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين جديدين الأحد بعد ساعات على انتهاء منورات عسكرية مشتركة شملت حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية قبالة شبه الجزيرة الكورية كما أطلقت سبعة صواريخ باليستية خلال الأسبوعين الماضيين وحلق أحد هذه المقذوفات فوق اليابان للمرة الأولى منذ 2017 وفي مواجهة هذا التهديد المتزايد كثفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تعاونها العسكرية وعجرت الدول الثلاث مناورات بحرية وجوية واسعة حول شبه الجزيرة الكورية في الأسابيع الأخيرة شملت خصوصا نشر حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس رونالد ريجان العاملة بالطاقة النووية لكن كوريا الشمالية تعتبر هذه المناورات بمثابة استعداد لغزو أراضيها ورد على ذلك نظم من الخامس والعشرين من سبتمبر إلى التاسع من أكتوبر بهدف اختبار وتقييم قوة الردع والهجوم النووي المضاد للبلاد وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية قالت إن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية التي نفذتها كوريا الشمالية كانت محاكاة لحرب حقيقية موضحة أن التدريبات تضمنت محاكاة لتحميل رؤوس نووية تكتيكية على متن صاروخ جرى إطلاقه بعد ذلك من صومعة في شمال غرب البلاد في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي ومنذ بداية العام أجرت كوريا الشمالية عدداً قياسياً من التجارب كما تبنت عقيدة جديدة في سبتمبر الماضي تؤكد أن وضعها بصفتها قوة نووية لا رجعت عنه في الملف العراقي أكد الرئيس العراقي برهم صالح على ضرورة إنهاء الأزمات والتأسيس لما وصفه بالحكم الرشيدي في العراق وقال الرئيس العراقي إن مرور عام على الانتخابات دون إكمال استحقاقاتها الدستورية يعد تذكيراً وصفه بالقاس بما فات العراق من فرص وحافز مهم لتوحيد الصفي والحوار الوطني الجامع يعتمد على مصلحة الوطن والمواطنين وتلبية حقهم في الحياة الحرة الكريمة أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي أن الانتخابات المبكرة جاءت تلبية لمطلب الشعب وبمناسبة مرور عام على إجراء الانتخابات التشرعية شدد القادمي على أن إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية كان أهم بند في البرنامج الحكومية وجدد الرئيس الوزراء العراقي دعوته للأحزاب والقوى السياسية جميعها إلى الاحتكام لمنطق الحوار البناء لحل الأزمة السياسية والدفع بحلول وطنية شاملة تعزز الديمقراطية وتدعم ركائزة الاستقرار والازدهار دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق الجهات الفاعلة للحوار دون شروط مسبقة وإلى تلبية احتياجات الشعب وذكرت البعثة الأممية في بيان لها بمناسبة مضي عام على الانتخابات التشرعية أن الانتخابات أعقبها سياسات انقسامية تسببت في خيبة أمل لدى الشعب العراقي وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن الأزمة السياسية المستمرة في البلاد تنذر بمزيد من عدم الاستقرار وتهدد أيضا سبل عيش المواطنين قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن هناك توجيها من الرئيس السيسي بتعزيز أطر التعاون بين مصر والإمارات وكانت حكومة مصر والإمارات قد أعلنت عن تنظيم احتفالية ضخمة تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد للاحتفاء بمرور خمسين عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تتطلع لاستقبال الأخوة الإماراتيين المشاركين في هذه الاحتفالية كما أنها حريصة على أن تخرج الاحتفالية بمستوى رفيع يليق بعمق علاقة البلدين من جهته قال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم إنه استعرض في اجتماع مجلس الوزراء خمسين عاما من العلاقات الإماراتية المصرية المتميزة وتم توجيهه بتنظيم احتفاليات خاصة احتفاءا وترسيخا لهذه العلاقات الأخوية الاستثنائية الممتدة عبر خمسين عاما انطلقت في القاهرة فعليات اللجنة الإقليمية التاسعة والستين لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية وذلك بحضور أكثر من اثنتين وعشرين دولة بإقليم شرق المتوسط حضر الفعاليات تدرس أدانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية وأحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط والسير دكتور ماجدي يعقوب فضلا على عدد من وزراء الصحة لدول الإقليم والوفود المرافقة لهم الصحة العالمية بتساعد والوزارة هنا كلنا بتساعد في منع المرض وعلاج المرض ففيه مثلا في مصر أطفال كتيرة جدا عندهم حمر ومتازمية وتأثر على القلب ودي ممكن أنها تتمنع وتعالج في الوقت نفسه عشان تتمنع دي حاجة مهمة جدا وبعدين دور الرياضة في منع أمراض القلب ومش كده بس كان معاني الوزير بنتكلم فيها والأمراض العصبية كمان يواصل معرض ترسنا للحرف اليدوية والتراثية فعلياته برعاية الرئيس عبد الفتح السيسي لدعم أصحاب الحرف والمنتجات التراثية هذا وتشارك في المعرض خمس دول عربية و1116 عارضا من مختلف محافظات الجمهورية إضافة إلى جناح لمتجات أصحاب المشروعات من كرة ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة دورة جديدة ومتميزة لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في عامه الرابع على التوالي برعاية الرئيس السيسي تنفيذا لتوجهات سيادته بدعم أصحاب الحرف والمنتجات التراثية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تتيح هذه الدورة زيادة في أعداد المشاركين لتصل لـ 1116 عارضا فضلا عن مشاركة بعض الدول العربية في هذه النسخة والتي حلت فيها المملكة العربية السعودية ضيف شرف لهذه الدورة طبعا الدورة الرابعة لمعرض تراثنا المعرض ده اشترك فيه حوالي ألف عارض تقريبا الحمد لله توجهات فخامة الرئيس لدعم المشروعات الصغيرة والمنتجات الصغيرة تحديدا في مصر خلال الأعوام الأخيرة جاء ليثمر ويفرز عن دعم حقيقي للصناعات الحرفية والتراثية أول مرة تشارك المملكة العربية السعودية في معرض تراثنا وكانت هذه المشاركة متمثلة بالبيت الحرفي وهو أحد مبادرات هيئة التراث تم عرض ثلاث من الحرف السعودية طبعا من أهمها حرفة القطة العسيري التي تتميز فيها منطقة عسير وهي من أحد الحرف الموثقة لدى اليونسكو بالإضافة إلى حرفة صناعة العقال وصناعة البشوت نحن مهثرين الوفد الأردني نحن منتجات تجميلية بأملاح وطين البحر الميت معروف الأردن في البحر الميت نستخرج ثروات الطبيعية الأملاح وطين البحر الميت طبعا منضيف عليها بعض الزيوت الطبيعية والفيتامينات التي تصير منتجات تجميلية وعلاجية بنفس الوقت أكثر من ثلاثين حرفة تراثية تقدم منتجاتها عن طريق التنوع الكبير في عدد المشاركين حيث تم تخصيص جناح كامل لمنتجات أصحاب المشروعات من قرى ومراكز مبادرة حياة كريمة بالإضافة لمشاركة المحافظات الحدودية فضلا عن وجود منتجات المشروع الخاص بالمساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في رسالة تشجيع لهؤلاء الصناع بما ينعكس على تطوير منتجاتهم وتسويقها محليا وعالميا جاي أقدم مشروع اللي هو البوص والخوص والحاجات ديات جاينا هنا طبع المشروع والمؤسسة وحياة كريمة المعرض اللي اشتغلنا فيه اللي هما مشاركينا فيه حياة كريمة عاملا معنا طبعا شغل كويس بتدعمنا في المؤتمرات في المعرض بتقف جميعنا برضو ده حالة كويسة النهاردة اللي هو الجلد الطبيعي ده اللي لسه نزلين بيك جيد المعرض مؤسسة مهنة ومستقبل وجهاز تنمية المشروعات عاملوا لنا تدريب في بر العبد من شهر نحنا نشتغل جلد طبيعي نشتغل عليه تطريز وأصلا جلد طبيعي محدش كان بياراف يعمله تعلمنا أن نقص الجلد الطبيعي ونعمل منه بارتي فيه وشونط نحنا من خلال جهاز تنمية المشروعات والوكالة الأسبانية كانت لنا منحة عبارة عن تدريب لتطوير الحرفة الحرفة موجودة في محافظة الفيوم من فترة طويلة لكن كانت بشكلها التقليدي فنحنا حبينا نخرج من الشكل التقليدي ونبدأ نصمم ونعمل منتجات جديدة مختلفة عن اللي الناس تعودت عليها تستمر فعاليات معرض طراثنا في دورته الرابعة حتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري من الحادية عشر صباحا حتى العاشرة مساء بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس لتقديم كل أنواع الحرف اليدوية من الإكسسوارات والسجاد والخزف وغيرها للمزيد ينضم إلينا من معرض طراثنا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل أهلا بك محمود الأجوال لديك في المعرض نشهد إقبال نشهد أيضا عدد كبير من العارضين يصل إلى ألف عارض وأكثر هناك جناح خاص لمنتجات أصحاب المشروعات من قرى ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي تفاصيل كثيرة تضع هنا أنت في أجوائها تفضل بداية بعد التحية ما زالنا نتابع معكم فعليات معرض طراثنا للحرف اليدوية والطراثية في دورته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الصورة الأبرز اليوم لهذا المعرض هي الإقبال الإقبال من الجمهور على هذا الجناح تحديدا الذي أتواجد به وهو جناح الخاص بالمحافظات الحدودية عدد كبير من الجمهور توافد على هذه المنتجات وهناك إقبال على شراء المنتجات المختلفة تميز هذا الجناح تحديدا ونحن نتحدث عن محافظات كثيرة تشارك في هذا الجناح تميز بالإقبال لعدة أسباب أولا لأن هذا الجناح يضم عدد من المحافظات نتحدث عن محافظة مطروحة التي تشارك بثمانية أجنحة في هذا المعرض نتحدث عن محافظة أسوان نتحدث أيضا عن محافظة مطروح وتحديدا سيوة التي تشارك بمنتجاتها في هذا المعرض فبالتالي هناك تنوع من المنتجات اليدوية والتراثية الموجودة التي بالطبع ترضي الضوء العام المختلف لمختلف الجمهور الذي توافد على هذا الجناع نتحدث أيضا عن المصنوعات الجلدية وعن الملابس وعن الإكسسوارات فبالتالي هناك تنوع كبير جدا بالإضافة إلى جودة هذه المنتجات عندما كنا نتحدث مع المواطنين الذين توافدوا على هذا الجناح منذ قليل عبروا عن سعادتهم بالجودة وعودة الجلد الطبيعي مرة أخرى إلى عدد كبير من المنتجات بالإضافة أيضا إلى الأسعار التي تناسب أغلب المواطنين الذين تواجدوا على التوافد وإلى هذا الجناح تحديدا ونتحدث أيضا عن الأعمال اليدوية التي تتم بصنع أياد هؤلاء الصنوع الذين توافدوا من كل المحافظات الحدودية للمشاركة في هذا المعرض نتحدث أيضا عن مشاركة كبيرة لمختلف الأجنحة من حياة كريمة وأيضا المنتجات الصديقة للبيئة التي تتواجد لأول مرة في هذه الدورة تزامنا مع كوب 27 أيضا بالإضافة إلى الإقبال الكبير أو الذي كان أيضا سببا في هذا الإقبال هي سهولة الانتقال إلى هذا المعرض تم توفير ثلاثة خطوط من الأوتوبيسات لنقل المواطنين من أماكن مختلفة وصولا إلى هذا المعرض نتحدث عن مناطق وسط البلد ورمسيس وأيضا مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر وهنا أيضا في التجمع الخامس فبالتالي هناك عدد من الأوتوبيسات تنقل المواطنين مجانا إلى هذا المعرض بالإضافة إلى الحافلات التي تنقل المواطنين من البوابات من البوابة الرئيسية لمركز مصر للمعارض الدولية وصولا إلى القاعة التي يتواجد بها كل هذه الأجنحة الموجودة في المعرض نتحدث عن أكثر من 10 ألاف متر مربع هي مساحة معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية هناك إقبال أيضا على الأجنحة الخاصة بمبادرة حياة كريمة وهنا تأكيد على دعم الدولة للمشروعات الخاصة بحياة كريمة ليس فقط في توفير المباني أو المشروعات في هذه القرى أو هذه المدن ولكن أيضا اكتشاف المواهب واكتشاف الصناع في هذه المدن واكتشاف مواهبهم ودعمها وتشجيعها لتوفير فرص عمل لهم في هذا المعرض بالإضافة طبعا إلى المشاركة العربية الموجودة فبالتالي هو سوق يروج لكل هذه المنتجات ويتم تشجيعهم على وجود فرص عمل لهم هذه هي الصورة من داخل المعرض يعني فضلا عن الانسجام العربي المصري الملحوظ من خلال المنتجات المختلفة المتنوعة العربية من خلال خمس دول عربية مشاركة في هذا المعرض إذن أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من معرض تراثنا يشارك وزير التنمية المحلية هشام آمنة في أعمال الدورة السابعة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات العالمية والتي تعقد في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية خلال الفترة من العاشر وحتى الرابع عشر من أكتوبر الجاري ومن المقرر أن يشارك وزير التنمية المحلية في العديد من الجلسات رفيعة المستوى حيث يستعرض جهود الدولة فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة كنموذج من أفضل الممارسات المعترف بها عالميا كما يناقش المؤتمر عددا من الموضوعات والملفات التي تهم المدن والحكومات المحلية في مختلف دول العالم والتعاون لمواجهة التحديات والضغوط الواقع على المدن ومنها تحدي تغيرات المناخية وأزمة الغداء والأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة شاركت المؤسسة بجناح كامل لمنتجات أصحاب مشروعات قرى ومراكز مبادرة حياة كريمة والذين تم تمويل مشروعاتهم وتطوير منتجاتهم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمن المعرض منتجات لعارضين من متدرب أنت الحياة والذين تم تدريبهم على الحرف اليدوية والتراثية نظمت مؤسسة حياة كريمة لدوة تصقيفية بجامعة أسويس عن نشاطها وجهود متطوعها بالمحافظة حرص الألاف من الطلبة والطالبات على حضور المحاضرة التي استعرضت أهم إنجازات المبادرة الرئاسية بمحافظة السويس لا سيما قرى الريف فضلا عن استعراض لمسؤولي المبادرة ما تم إنجازه على أرض الواقع كما قام متطوع المبادرة بتوزيع استمارات العضوية على الطلبة والطالبات للمشاركة التطوعية بالمبادرة مبادرة حياة كريمة مبادرة ممتازة جدا المبادرة دي ليست فقط النهوض بمجال معين ولكن فيها النهوض بكافة المجالات سواء المسكن اللي بيعيش فيه الناس الأكثر احتياجا في القرى والريف المصري أو تعليمهم أو الناحية الطبية بتاعتهم فمبررة حياة كريمة طبعا لها مجالات كتيرة سواء كان فيه المجالات الطبية أو مجالات تعليمية أو مجالات رفع كفاءة المباني الأيام اللي فاتت يعني عملنا خدمات كتير الحمد لله الأهالينا وزعنا كاراتين سلعة غزائية وعملنا كوافر طبية ومهتمين بالملفات الطبية بدأنا ننزل نشتغل بشكل عام مع الناس وبدأنا نشوف أكتر إيه اللي محتاجين وإيه اللي ممكن نقدمه إحنا كشباب تقريبا يعني بنقدم كل وقتنا في المبادرة هنا كل حاجة ممكن نساعد بيها كتنظيم كتطوع زي النادوة اللي احنا موجودين في النهاردة بشكل عام بنحاول إحنا نساعد بلدنا تكون الحاجة أحسن إحنا في الفترة اللي فاتت عملنا كذا قافلة طبية نزلنا الناس كانت فعلا محتاجة كانتش عندهم أي حاجة ليها علاقة بطب يعني دفيدهم هناك وبعدين عملنا كذا قافلة ليها علاقة بالمدارس زي راجعين نتعلم وبعد كده لسه قريب عاملين قافلة اسمها وصل الخير فبس بنقدر نشوف الناس إيه أكتر حاجة محتاجاها يعني وبنقدمها له تواصل قافلة وصل الخير ثلاثة فعليتها بمحافظة الإسماعيلية بعد أن وصل الآلاف من صناديق المواد الغذائية لمدينة فايد حيث تم توزيع صناديق الخير في ثمانية مراكز في المحافظة بمناسبة أعياد أكتوبر والمولد النبوي الشريف وتواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها لاستكمال حملت توزيع قوافل وصل الخير ثلاثة في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية تباعا على الفئات الأولى بالرعاية بجانب أعبال التطوير والإنشاءات التي تتم في القرى المدرجة بالمبادرة وصلنا إلى ختام نشرة أسالس هذه تسكرة بأهم العنوين الرئيس السيسي يشهد حفلة تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة ويؤكد أن الدولة لن تنسى تضحيات شهداء الوطن رئيس مجلس الوزراء يتبع الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية انفجارات تهز كييف وزلينسكي يؤكد أن روسيا تعمل على تدمير بلاده وفوتين يتهم أوكرانيا بالإرهاب بعد تفجير جسر القرم وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر